زملائي زميلتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعود لأناقش معكم الموضوع الذي سبق أن تطرقنا إليه في حلقات سابقة وهو المتعلق بقانون 1640 المنظم للعلاقة الكرائية للمحلات المستعملة أو المعدة لاستعمال التجاري والصناعي والحرفي قد سبق أن تناولنا في الحصة السابقة أو الجوز الرابع إشكاليات دعوى الحرمان من الرجوع أو دعوى الرجوع أو الحق في الرجوع وتناولنا في آخر الحصة دعوى الحرمان من الحق في الرجوع وإجراءتها اليوم سنعالج مقضاء آخر من المقضيات التي أتى بها القانون الجديد قانون 1649 المنظم للعلاقة الكرائية للمحلات المعدة لاستعمال التجاري والصناعي والحرفي هذا المعطاء الذي ليس بجديد لمدى لأنه كان منظم فيطر مقضية ظاهير السابق ظاهير 24 مايه 1955 فيطر مقضية مدى 16 الذي كان يعطي الحق للمقري رفضت جديد العقد إذا كان هدفه هو استعمال المحل لأغراض السكنة أو لسكنة المقري أو أفراد أسرته طبيعة الحال والفصل 16 السابق أو من فيطر القانون 24 مايه 1955 تطرقان من جمع المقضيات التي كان فيها نوع من اللبس فيما يخص التعامل بالنسبة للمسطر الإفراغ في التعامل مع هذه المقضية سواء فيما يخص التعويض أو فيطر اللجوء إلى التعويض الكامل وغيرها إذن فالقانون الجديد حول أن ينظم هذا المقضى من خلال التنصيص عليه في مادتين أو الفصلين وهما المادة 16 والمادة 20 وهي المتعلقة بإفراغ السكن الملحق بالمحل التجاري أو الصناعي أو الحرافي إذن فالقانون الجديد أصبح يتحدث عن السكن الملحق لبنى أنه الحالة الآن هو عندما يكون المكتري للمحل التجاري أو الصناعي أو الحرافي يكتري سكن آخر ملحق به ومعد للاستعمال السكني إذن فالقانون الجديد أعطى مكنة فيطة للمكري لإسترجاع المحل أو المطلب بإفراغ من أجل الاستعمال الشخصي أو الاستعمال السكني إذن فهذا المقتضى انطبق الحال الذي نص عليه القانون الجديد نص على أن بإمكان المكري المطلب بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق أقول السكن الملحق بالمحل المعد للاستعمال التجاري أو الصناعي والحرافي إذن على المستوى الواقعي أو حتى على المستوى القانوني لا يمكن تصور هذه المقتضى إلا إذا كان هناك عقد يتضمن شقين أو جزئين جزء له علاقة بمحل سكني والجزء الثاني له علاقة بمحل معد للتجارة أو الصناعي أو الحرافي إذن فأقول أن القانون الجديد أعطى مكنة أو إمكانية للمكري أن يطالب بإفراغ المحل الملحق بالمحل التجاري أو الصناعي أو الحرافي إذا كان هدفه أو الهدف من هذا الإفراغ هو أنه يريد أن يقوم بإسكان المكري شخصياً أو زوجه أو أصوله أو فرعه المباشرين من الدرجة الأولى وكذلك المستفيدين من الوصيلة الواجبة في طعم قضيات مدونة الأسرة وكذلك المكفول أو التفل المكفول في طرق قانون المتعلق بكثرة الأطفال المهملين إذن هذه الأشخاص الذين أو الحالات التي نص عليها القانون الجديد وأعطى إمكانية للمكري لكي يطالب بإفراغ السكن الملحق بالمحل التجاري والصناعي والحرافي من طبيعة الحال مع الشرط مجموعة من الشروط الواجب توفرها لكي يستفيد المكري من هذا المقتضى ويكون له الحق في المطالبة بإفراغ المحل السكن الملحق بالمحل التجاري والصناعي والحرافي من أجل استغلاله أو استعماله للسكن من طبيعة الحال فنجد من بين الشروط شرط ربما قريب إلى حد كبير من الشروط المطلوبة في طار القانون ومنظيم للمحل السكاني والمهاني لكن الهدف والإفراغ هو الاستعمال الشخصي أو الهدف من الإفراغ هو للسكن المكري أو أفراد أسرتيه المنصوص عليهم قانونيا أقول أن نفس هذا القانون يشترط طبيعة الحال بالإضافة إلى أن الهدف من هذا الإفراغ هو استعماله للسكن يشترط شرطين لكي يستفيد من إمكانية إفراغ المحل السكني والحال الأولى هو أن يكون المراد إسكانه لا يتوفر على السكن في ملكه وشرط ثاني هو أنه ينبغي أن يكون إذا كان يتوفر على السكن في ملكه ينبغي أن يكون هذا السكن غير كافي لحاجيته إذن هذا الشرطين التي منصوص عليهم كذلك في طرق قانون المنظم للعقد الكراء السكني والمهني إذن فكذلك مقتلية المادة السرطاش اشترطت لكي يستفيد المكري من إفراغ المكتري أو المكتري للمحل السكني الملحق بالمحل التجاري والصناعي أو الحرافي أن يكون المراد إسكانه غير متوفر أو ليس في ملكه محل للسكنة أو أن المحل للسكنة التي توفر في ملكيته غير كافي لحاجيته من طبيعة الحال هناك إشكان مطروح على المستوى القانوني وأجاب عنه القانون 1640 منضم العلاقة الكرائية للمحل التجاري والصناعي والحرافية وهو عندما يكون المحل السكني الملحق بالمحل التجاري والصناعي والحرافي العقد الرابط بين الطرفين بين المكري والمكتري ينص على سما كرائية واحدة للمحلين من طبيعة الحال فالقانون أجاب على هذه النقطة بأنه يمكن الاتفاق بين الطرفين على السما الكرائية التي يمكن التنصيص على الألوية يمكن الحديث عنها بأنها المتعلقة بالمحل السكني وفي حالة عدم الاتفاق فإن الطرفين يعرضان الأمر على المحكمة التي يمكن أن تحدد السما التي يمكن على أساسها احتساب التعويض الذي يمكن أن يقدم إلى المكري أو المكتري من طرف المكري في حالة يسلوكه مصطرة لإفراغ السكن الملحق بالمحل التجاري أو السكني أو صناعي من طبيعة الحال فالنص نص على أنه إذا سلك المكري هذه المصطرة فهو ملزم بأداء تعويض لفائدات المكتري نتيجة إفراغه من المحل السكني الملحق بالمحل التجاري هذه القيمة التعويض توازي ثلاث سنوات من السما الكرائية لأخر سما كرائية تم أداؤها من طرف المكتري من طبيعة الحال المكتري لفائدات المكري هناك مقتدأ آخر لابد من احترامه من طرف المكري في حالة سلوكه مصطرة إفراغ المحل السكني الملحق بالمحل التجاري والصناعي وهو أنه ملزم أن يعتمر أو يسكن الشخص المستفيد من عملية الإفراغ داخل السكن أو المحل السكني المراد إفراغه ينبغي عليه أن يعتمره داخل أجل ستة أشهر وأن يبقى مقيما به لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ما لم يكن له عذر مقبول وفي هذه الحالة إذا لم يحترم المكري الذي قام بإفراغ أو لسلك مصطرة إفراغ المحل السكني الملحق بالمحل التجاري والصناعي والحرافي إذا لم يحترم هذين الشرطين فإنه ملزم بأداء تعويض عن خرقه لهذين القضائين التعويض يوازي 18 شهرا من السمة الكرائية أو من الأقصاء الكرائية المؤدت عن أخر سمة كرائية ما أدأوها قبل انطبع الحال مغادرته أو مغادرت المكتري للمحل المكرى إذن هذه القواعد الأساسية التي جاءت بها مقدارية المادة 19 من القانون 19 ستوربعين منظم للعلاقة الكرائية بين المكري والمكتري بسبب المحلات المعدلة للاستعمال تجاري الصناعي والحرافي ولكن النص كذلك نص على استثناءات لا يمكن فيها للمكري للمحل السكني الملحق أن يستفيد من قضايا القانون ستوربعين فيما يخص إفراغ المكتري من المحل السكني الملحق إذا كان الأمر يتعلق بحالات معينة منصوص عليها ويطبق عليها قانون 16 ستوربعين في هذه الحالة لا يمكنه أن يقوم أو يستفيدها بين المقدار ويطالب بإفراغ المكتري من السكن الملحق والحالات هي المتعلقة بالنسبة إذا كان من شأن استرجاع المحل أن يحدث مساسا خطيرا باستغلال الأصل التجاري بمعنى إذا كان ارتباط عضوي ما بين المحل السكني والمحل التجاري بمعنى أن إذا تم إفراغ هذا المحل السكني فإنه سيلحق ضررا خطيرا أو مثلا خطيرا بالاستغلال الأصل التجاري في هذه الحالة فلا يمكن للمكري أن يطالب بإفراغ السكن الملحق بالمحل التجاري والصناعي أو الحرافي هناك حالة تانية إذا تعلق الأمر بملحقات المؤسسة السياحية أو غيرها من مؤسسة الإيواء إذن فهذه المؤسسة التي تخضع كذلك كما قلنا في الحصة الأولى من هذه اللقاءات أن المؤسسة السياحية تخضع لقانون 1640 أقول بأن هذه المؤسسة التي يتم كراؤها لا يمكن للمكري أن يطالب بإفراغ المحل السكنية الملحق بها في إطار دعو الإفراغ لاستعمال أو لاستعمال السكن لاستعمال الشخصي للسكن هناك حالة أخرى التي لا يمكن فيها سلوك هذه المصطرة ولا يمكن فيها للمكري أن يستفيد من هذه المقضية لإفراغ السكن الملحق بالمحل التجاري والصناعي أو الحرافي وهي المتعلقة بالمصحات والمؤسسات الممثلة لها إذن هذه المصحات والمؤسسات الممثلة كذلك التي تخضع لقانون 1640 فلا يمكن للمكري أن يسلك مصطرة إفراغ السكن الملحق بهذه المؤسسات هناك كذلك مؤسسة التعليم الخصوصي فمن طبيعة الحال مؤسسة التعليم الخصوص كذلك استثناها المشرع في طار فصل 20 من قانون 1640 من سلوك أو حرم المكري من سلوك مصطرة إفراغ السكن الملحق بالمحل التجاري والصناعي والحرافي الذي له علاقة بمزاولة مؤسسة التعليم الخصوصي من طبيعة الحال هناك هذه المقضيات إذن لا يمكن سلوك فيها مصطرة إفراغ السكن الملحق بالمحل التجاري والصناعي والحرافي وقلنا هي حالة أربع الحالة الأولى هي التي يكون فيها إفراغ أو استرجاع المحل السكني يمكن أن يحدث مثلا خطيرا باستغلال الأصل التجاري هناك الحالة التي يكون فيها المحل السكني ملحق بالنسبة للمؤسسات السياحية وغيرها من مؤسسة إيواء هناك الحالة الثالثة هي المتعلقة من الصحات والمؤسسات الممثلة لها والحالة الرابعة من طبيعة الحال هي مؤسسات التعليم الخصوصي إذن هذه المؤسسات أو هذه المطبعة الحالة الخضعة لقانون 1640 لا يمكن فيها للمكري بصلك مصطرة إفراغ السكن الملحق بالمحل التجاري أو الصناعي أو حرافي هناك حالة أخرى إذا كان المكتري يستعمل جزء من طبيعة الحال المكتري كمالك الأصل التجاري أو مكتري يزول في طر المؤسس التي تطرقنا إليها أنه إذا كان المكتري يستعمل جزء من المحل للسكنة بشكل لا يمكن فصل بينه بين المحل المعد للتجارة أو الصناعي أو الحراف ففي هذه الحالة فإنه لا يمكن للمكري أن يقوم بإفراغ هذا المحل السكني إلا وفق القواعد أو وفق القضايا المصصة عليه في هذا القانون بمعنى أنه إذا كان هناك طبيعة الحال المكتري يستعمل جزء أقول جزء وهو لا يمكن فصله عن المحل جزء مستعمل للسكنة لا يمكن فصله عن استغلال المحل التجاري أو الصناعي أو الحرافي فالمكري هنا ملزم لكي يقوم بإفراغ هذا الجزء أن يقوم أن يلتمس أو يطلب إفراغ المحل التجاري ككل المحلات سوى المحق أو الأصلي أو المحل التجاري أن يطلبهم فطار مقتضيات قانون 16-49 إذن هذه هي مجموعة من المقتضيات التي جاءت فطار قانون 16-49 المنظم لكي يقوم بإفراغ المحلات المعدة لإستعمال التجاري من طبيعة الحال أو الصناعي أو الحرافي والتي نظمها المشاريع في طر مقتضيات المادة 19-20 هذه المقتضيات التي حولت أن تجيب عن مجموعة من الإشكاليات التي كان يطرحها هذا المقتضى المتعلق باسترجاع أو عدم تجديد العقد الكيراء لذا كان الهدف بالنسبة للمؤكري هو إسكان أحد أفرد أسرته في طر الفصل 16 من ظاهير 24 مايه 1955 أقول ربما هذه المقتضيات حاولت أن تجيب على مجموعة من التساؤلات التي كان قد أجاب عليها العمل القضائي أو الاجتهاد القضائي وهي أولا أنه لا يمكن أن تحدث عن إفراغ للسكن إلا بالنسبة للمحلات الملحقة المحلات السكنية الملحقة بمعنى أنه لا يمكن أن نحديث عن السكن الآن في طر المحلات المعدة للتجارة والسنعة والحيرة في عكس ما كان سائداً في طر القانون القديم أنه إذا كان بإمكان إدخال تعديلات أو تغييرات طفيفة على المحل لكي يكون معداً للاستعمال للسكن فكان طبيعة الحال يمكن سلوك مصطارة الإفراغ من أجل استعمال للسكن مع العلم أنه كان هناك تضارب بالنسبة لعمل القضائي فيما يخص مبلغ تعوض هل أما يتعلق بالتعوض كامل أو التعوض الذي له علاق بالفصل 16 في طر تعوض الموازي لخمس سنوات من كرة كل هذه الأشياء ربما أجاب عنها القانون الجديد أو قانون 16-49 في طر المقدارية المادة كما قلت ونص على مجموعة من الشروط ويجب توفرها من أجل أن يسلوك المكري دعوة إفراغ السكن الملحق إذن هنا السكن الملحق بالمحل التجاري أو الصناعي أو الحرافي إذن هذه المقتضيات هي موضوع نقاش بخصوص هذه الحلقة أو هذا الجزء الخامس من مناقشة لقانون 16-40 نعلم أننا سوف نتناول في الحلقة المقبلة مجمع من مقتضيات أخرى التي جاءت في طر هذا القانون في طر قانون 16-40 المنظم العلاقة الكرائية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة لاستعمال التجاري والصناعي والحرافي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأشكركم على الإصغاء إلى أن نلتقي في اللقاء المقبل المتعلق بمناقشة المقتضيات التي جاء بها قانون 16-40 شكرا لكم على الإصغاء وإلى اللقاء